استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ما يتم من إجراءات وخطوات للتعامل مع تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية مؤكنا المتابعة اليومية لهذه الأزمة وما نتج عنها من ارتفاعات في أسعار السلع على المستوى العالمي وكذا حدوث نقص في سلسل الإمداد جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء حيث أشار مدبولي إلى ما يتم من تعاون وتنصيق بين مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تلبية لاحتياجات المواطنين ومتطلباتهم وفي هذا الإطار أوضح رئيس الوزراء أنه تم إتاحة 1.1 مليار جنيه كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي